أعلنت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن من وحياته نفذت عملية إسناد جوي لقوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش اليمني أمس في المكلة وأسفرت عن اعتقال عناصر وقيادات كبيرة من تنظيم القاعدة في وادي عدم بحضر موت وأوضح التحالف أن العملية جاءت في إطار مداهمات استباقية لملاحقة أوكار تنظيم القاعدة في المدينة وأضاف بيان التحالف أن المعتقلين من جنسيات مختلفة أبرزهم أحمد سعيد عوض بارحمة الملقب بالزرقاوي وذلك في منطقة الطويلة في مدينة المكلة كما أسفرت العملية أيضا عن إحباط مخططات إرهابية للتنظيم عبر مصادرة معدات وآليات وأسلحة متنوعة كانت معدة لتنفيذ تلك المخططات في عدد من المناطق بحضر موت وتعد هذه العملية النوعية الثانية من نوعها بعد اعتقال الرجل الثاني بتنظيم القاعدة بحضر موت أبو علي الصيعري بوادي عدم بوادي حضر موت ترجمة نانسي قنقر